المجموعة التانية عبقرة الأصحاب ومباراة مهمة جداً وأفكركم بالنتيجة جوت 30 فالانسيا 25 وفالانسيا عندنا تغيير محمد المسيري نزل مكان إسلام أيمن إزايك يا مسيري الحمد لله عمل معاك اللي هلباول قول أهو عادينا عايشين أهو يا نهر أبي أبينا عادينا عادي وصلت الأهو وصلت الأهو من ثقاف محالك المحالك المحالك تديته رقب من محالك واتو محالك شادر الكلمة فتسمع لها محالك شادر الكلمة يا كفيني شرف بالظفت كده أخبارك ايه؟ الحمد لله المحالك شادر أعمل إزاي؟ رايح جاية هول يعني خير إن شاء الله فرصات كل وحيدة 3 نقط إن شاء الله وطبعاً فريدة مش هيهزة احنا عملنا اللي علينا واجتهدنا وربنا يستر بقى نجاين نهزر على طول جاية هزر وهي يعني عكاس من أول حلة ما بيجيش ودلوقتي مع الفقرة التانية فقرة المعرفة المعرفة فقرة المعرفة أربع سئلة معلومات عامة رياضة تكنولوجيا وقدرات زينية أول اتنين بسمة وسعاد سعاد وبسمة وسؤال بعشر نقاط معلومات عامة والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع جسر كيبل بروك اتبنى في القرن الـ 14 الميلادي كيبل بروك من أقدم الجسور الخشبية المغطاة في أوروبا نمسا؟ نمسا؟ إجابة خاطئة من أشهر معالم مدينة مش عقول؟ لا أتقله إيس تقله إيس طوام أه؟ أنا عايز أقول بلجيكا بلجيكا؟ آه مدينة لوسيرن هتبقى إيبقى؟ سويسرا إيجابة خاطئة طبعا في سويسرا الهلباوي وإشام إيشام والهلباوي الرياضة؟ والسؤال هو من هو أول لاعب عربي؟ سجل هاتريك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم؟ إيشام؟ أيوب الكابي؟ برافو عليك إيجابة صحيحة أو سواء جد غنيا بيساو وكسبه ثلاثة واحد في أمم إفريقيا 2018 هو في البطولة دي سجل تسع أهداف وحصل على جهزة أفضل لاعب طبعا ولا هداف أربعين جوت خمسة وعشرين فالانسيا السؤال في التكنولوجيا ندا ونسمى نسمى وندا التكنولوجيا والسؤال هو في أي مدينة أمريكية يقع المقر الرئيسي لشركة الزكاء الاصطناعي أنثروبيك واشنطن دي سي؟ واشنطن دي سي إجابة خاطئة شو أقصر حاجة؟ دوس أنجلوس؟ للأسف الشديد إجابة خاطئة سان فرانسيسكو؟ بالظبط كده علباو في سان فرانسيسكو جنبها مرايبين من بعض المسيري والبادري البادري والمسيري قدرات زينية والسؤال هو حل مسألة الآتية ثمانية وسبعين في سبعتاشر على ستة زائد متين سبعة وتلاتين يسوي كان فات سبع ثواني وفاضل وفاضل ربعمائة أمين وخمسين؟ إجابة صحيحة برابو عليك أبدري عشر نقاط خمسين جوت خمسة وعشرين فالانسيا ودلوقتي مع الفقرة التالتة فقرة الفنون الفنون فقرة الفنون أربع سئلة سينما ومصرح غير موسيقى لوحاتهم عالم وسرعة البديئة شدوا حلكوا شوية فالانسيا سينما ومصرح والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور مريم الشامية في مسلسل راياوسكينا؟ صفايتوخي تأكده؟ أيوة إجابة صحيحة بطولة مين يا سعاد؟ سمايا الخشاب وعبلا كامل وسامي العدل وناس كتير قوي محمد الشوكورتيري وصلاح عبد الله برافو عليك يا سعاد عشر نقاط ستين جوت خمسة وعشرين فالانسيا طب إخراج مين؟ يا جمال عبد الحمد برافو عليك لا يستحق العشر نقاط خلت عالجاج اللي غنطتر عشان بحبه وأنا كمان بحبه السؤال اللي جاي أغاني موسيقى والسؤال هو من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل الفرسان؟ تأليف سامي غنيم الدكتور جمال سلامة الدكتور جمال سلامة؟ إجابة صحيحة أقراض عزام الدين الصفر بطولة أحمد عبد العزيز شيرين نوالة بالفتوح وأحمد مار نتيجة تغيارة سبعين جوت خمسة وعشرين فالانسيا فالانسيا لوحاته معالم والسؤال هو من هو السياسي الأوروبي؟ صاحب لوحة قلعة سياسي أوروبي وكان عايزة تخل في فنون جميلة قد له في هتلر إذا كان هيموت ونخشها وكان في دكتور يهودي بسقاطه كل ساعة لكذا عمل المحارق اللوحة دي تباعت بمئة ألف يورو هتلر طبعا إجابة صحيحة خلعت نويش فينشتاين أكتر من مليون شخص بيزورها سنويا خمسة وثلاثين فالانسيا سبعين جوت السؤال اللي جاي مجموعة أسماء لمجموعة أفلان نركز سرعة البديعة والسؤال هو أحد الأفلام بالصورة ليس من إخراج عاطف سالم البريء البريعة عاطف الطيب الشاب حسن برافو عليك إجابة صحيحة عاطف الطيب طبعا عشر نقاط ثمانين جوت خمسة وثلاثين فالانسيا جوت فاق فالانسيا هيديو عايزين نرجع تاني هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة وبكده أصحبنا العباقرة جمعهم ستين نقطة في فقرة المعرفة والفنون ويبقى الرصيد لحد دلوقتي مية وخمستاشر نقطة في خزنة البنك الأهل المصري الدائمة الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السفر هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر